مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتسمعوا الفيديو معاكم ايا يوسف من الفرقة الرابعة ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه على اخر محاضرة في الميديول وهي critical appraisal of diagnostic test study قبل اي حاجة هنسمي الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلة فانك تجعل الصعب اذا شئت سهل وندعي زمالنا اللي توفر ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الفردوسة الاعلى من الجنة نتكلم بقى في المحاضرة بتاعتنا علشان ندخل على ال points بتاعت المحاضرة على طول فيه بس كزا نقطة هنقولهم بحيث ان هم يسهلوا علينا الموضوع شوية او نبقى متخيلين احنا منتكلم في ايه لو في شخص عنده spontaneous bacterial brytonitis ده واحد كان عنده liver cell failure بدخل في ascitis وحصل infection وبقى عنده spontaneous bacterial brytonitis طيب انا هشخص المرض ده ازاي التقليدي والمعتمد ان انا هيخد عينة من ال acetic fluid ابعتها للمعمل وهناك يبتدي يشوف لي بحيث انه لو وصل لليفل معين انا هشخص ان الشخص ده عنده spontaneous bacterial brytonitis لكن لو بليمورف نيكلير كونت لسه قليل او اقل من الرقم المطلوب يبقى الشخص ده ما عندهش spontaneous bacterial brytonitis انا عايز اقول ايه التست اللي انا عملته ده ده التست التقليدي اللي انا هعمله عشان اشخص بين المرض وما للdiagnostic test study الاستادي دي بيبقى فيها ايه دي بيبقى فيها تست جديد انا بنائش التست ده هل يصبح ان انا استخدمه في تشخيص المرض ده بعد كده ولا لأ طيب فهينتج من هنا مصطلحين التست القديم او اللي هو المعتمل اللي انا بستخدمه عشان اشخص به والتست الجديد اللي في الاستادي اللي انا بنائشه طيب التست القديم ده هنسميه ايه هنسميه ال reference test او standard test ده التست المرجعي بتاعي اللي ايه تست الجديد انا عارجع وهقرنه بالتست القديم ده فده اسمه ايه التست القديم ده اسمه طيب لكن التست الجديد اللي في الاستادي اللي انا بنائشها هسميه ايه هسميه ال index test او هسميه ال Diagnostic test يبقى لازم نفرق بين المصطلحين reference او standard ده المرجع بتاعي ده اللي اي تست تاني يطلع انا هقرنه بالمرجع بتاعي تمام لكن التست الجديد اللي في الاسطادي اللي أنا هعمل لها critical appraisal بسميه diagnostic test أو بسميه index test تمام؟ دي كده النقطة الأولى طيب النقطة الثانية أنا علشان أعمل critical appraisal أنا همطقت حاجة نقطة بناء أنا هقيم حاجة مش لازم أن يكون فيه criteria أنا هقارن أو هقيم الحاجة دي على أساسها على أساسها أقول الحاجة دي حلوة أو لوحشة فبالفعل فيه هنا criteria هعمل على أساسها critical appraisal ده طيب إيه يا criteria دي؟ في عندي ثلاث حاجات أساسيين كل حاجة منهم هنتكلم عنها بالتفصيل أول نقطة هي نقطة validity بتاعة الاسطادي اللي أنا بدرسها النقطة الثانية results بتاعة الاسطادي دي النقطة الثالثة applicability الاسطادي دي أقدر أن أنا أعممها وأقدر أن أنا أطبقها فيه المجتمع اللي أنا فيه ولا لا فده كده الحاجات اللي إحنا هنتكلم فيها هنتكلم في إيه؟ أول حاجة هنعرف يعني إيه؟ diagnostic test هنعمل definition to diagnostic test ثانية حاجة هعرف إيه الكريتيريا اللي على أساسها أنا هقيم الاسطادي اللي أنا بنقش هدي طيب إيه الكريتيريا دي؟ عندي ثلاث حاجات هقيم على أساسه هشوف validity بتاعة الاسطادي وهنعرف يعني إيه validity هنشوف ال results بتاعة الاسطادي دي وآخر حاجة لأبنك بلسي طيب أول نقطة معينا هي نقطة ال diagnostic test يعني إيه أصلا diagnostic test هو تاست أنا هعمله على حد بحيث أن هو يقولي الحد ده عنده المرض ولا ما عندوش المرض فهو تاست بيقارن بين الناس اللي عندها disease والناس اللي ما عندهاش disease فهو عبوره عن invaluable tool هو أداة قيمة أنا باستخدمها عشان أ distinguish between ال patient اللي عندهم disease و patient اللي ما عندهمش disease بس إحنا عارفين إن الكمال اللي هو وحده وما فيش حاجة بتطلع نتيجة بنسبة 100% فالنتيجة بتاعة ال diagnostic test دي فيها some sort of uncertainty بمعنى إن لو ال diagnostic test اللي أنا عملته ده على حد وطلع النتيجة بتاعته positive هل أكاد أجزم إن الشخص ده عنده المرض بنسبة 100%؟ لا أنا بزود احتمالية إن الشخص ده يبقى عنده المرض يبقى معنى كلمة positive التست طلع positive معناها إيه؟ إن أنا بزود احتمالية إن الشخص ده يبقى عنده المرض طب التست طلع نتيجة بمعنى إن أنا بقلل احتمالية إن الشخص يبقى عنده المرض فهو بيشتغل على إيه؟ على احتمالية لكن ما يقدرش إن هو يبزل من نسبة 100% على النتيجة بتاعته فال diagnostic test ده هو بيزود أو بيقلل probability إن الشخص يبقى عنده disease أو لا فكده أنا عندي some sort of a of uncertainty تمام؟ طيب نيجي للنقطة اللي عليها الدور أنا علشان أقيم diagnostic test paper أنا بقيمها على أساس إيه؟ على أساس ثلاث نقط أول حاجة validity تاني حاجة result بتاعة الـ study طب تالت حاجة القبل capability يعني إيه الكلام ده؟ هنمسك كل واحدة وهنقول يعني إيه؟ أول حاجة validity يعني إيه كلمة valid؟ التست valid بتساوي إن التست ده المفروض يطلع القيمة اللي المفروض تطلع بمعنى لو أنت عندك شخص بالرفرنس بتاعي أو بالميزان العادي بتاعي ما هو الميزان العادي ده بالنسبة لي دي الحاجة الأزيما فهسميها reference طلع مثلا إن هو وزنه 80 كيلو وهو كده وزنه 80 كيلو طيب أنا جايبة ميزان جديد وعايز أشوف الميزان الجديد ده ينفع إن أنا استعماله ولا لأ هقوم جايبة ميزان الجديد واللي هو هنسميه إيه؟ هنسميه الـ index أو هسميه الـ diagnostic طيب ويه أوزن عليه الشخص ده؟ افرد إن هو طلع لي النتيجة 80 كيلو أقول على التست ده valid ولا لأ؟ هقول إن التست ده valid ليه؟ طلع القيمة اللي المفروض فعلا تطلع طيب افرد إن هو طلع القيمة 75 أقول عليه valid ولا لأ؟ لا ليه؟ هو طلع 75 ما طلع ليش 80 ما طلعش القيمة اللي المفروض تطلع فالvalidity معناها إن انت تطلع القيمة اللي المفروض تطلع طيب وده مصطلح يختلف تماما عن حاجة اسمها reliability طيب يعني إيه reliability؟ لو أنا عندي reference test طلع لي الحاجة نسبتها كام؟ إذي الـ reference هوم طلع عن هي 80 جيت أعمل بيه الميزان الجديد اللي هنسميه الـ index أو هسميه الـ diagnostic وطلع لي النتيجة مثلا طلع عن هي 75 قررته ثاني طلع للنتيجة 75 قررته ثالث طلع لي النتيجة برضو 75 في كل مرة بكرر فيها الـ index test أهوة بش بطلع لي نفس النتيجة بس هوم طلع لي في كل مرة هي 75 أقصد إيه إن في كل مرة هيكرر فيها الـ test ده هيديني نفس النتيجة فالـ test ده reliable طيب لو سألتك سؤال هو test ده valid ولا لأ؟ لأ هو ما طلعش النتيجة المفروض تطلع ليه 80 طيب مثال تاني لو أنا reference بتاعي طلع مثلا 50 وجيت عملت بالـ index اللي هو test الجديد وطلع لي النتيجة 50 قررته كمان مرة وطلع لي النتيجة 50 قررته ثالث وطلع لي النتيجة 50 السؤال هنا test ده valid ولا لأ؟ test ده valid طيب test ده reliable ولا لأ؟ or reliable كل مرة قررته طلع لي نفس النتيجة يبقى test ده valid وreliable المثال اللي فات test كان valid بس ما كانش reliable ليه؟ كان المثال اللي فات كان reference بتاعي 80 لما عملت reference كان 80 لما عملت الـ index وطلع 75 كده هو valid ولا لأ؟ كده مش valid قررته كذا مرة طلع 75 كده هو reliable ولا reliable يبقى المثال اللي فات اللي هو 80 و75 كان not valid بس كان reliable يبقى ده الفرق بين validity وreliability وreliability معناها قدرته ان انا اطلع الحاجة للمفروض تطلع الـ reliability معناها ان في كل مرة هتكرر فيها التست ده هيديني نفس النتيجة بغض النظر هو valid ولا لأ؟ طيب دي كده التعريف بتاع validity انا عشان اقول بقى على test هو valid المفروض ان انا اطبع عليه كم حاجة اربع حاجات ايه الحاجة اللي اربع حاجات دول؟ او الحاجة ان انا لازم ان اقارنه بالـ reference زي ما احنا عملنا دلوقتي انا كان عندي reference وكان عندي index او حاجة جديدة انا بنقشها او انا بدرسها لازم ان يتعمل مقارنة بين الاتنين والمقارنة دي ليها شروط هنعرف شروط بتاعتها في وقتها يبقى اول حاجة ان انا نقارنهم بعض تاني حاجة ان الاشخاص اللي انا بطبق عليهم سواء الـ index او الـ reference الاشخاص دول لازم ان يبقى ليهم كريتيريا معينة متوافقة معيه يبقى بسميها ايه؟ لان هو تكون appropriate spectrum من الـ people طيب دي كده نقطة تانية النقطة التالتة ان بغض النظر نتائج الـ index ده ايه؟ انا لازم ان اعمل الـ reference الـ reference لا لازم ان يتعمل طب افرد ما فيش reference اشوف حاجة alternative للـ reference ده تمام؟ يبقى بغض النظر الـ index ايه؟ انا لازم ان يكون عندي reference او حتى alternative للـ reference دي النقطة التالتة اللي هنتكلم فيها النقطة الرابعة بقى عبارة عن ايه؟ النقطة الرابعة بتقول انه الـ people ماينفعش ان انا اعمل على جروب واحد منهم يعني ماينفعش ان انا اعمل التجربة دي مرة واحدة مايمكن ان في المرة الاولى دي كان فيه factors مؤثر علي لا انا لازم اعمل التجربة دي على ناس تانية يبقى لازم ان يكون عندي second group هعمل عليهم التجربة تمام؟ تعالوا بقى نشوف كل واحدة فيهم بتقول ايه؟ ايه دي test assessment دول المفروض الاربع اسئلة هنشوفهم في الاخر دي في المراجعة الاربع اسئلة انا باسألهم اول حاجة التست الجديد اللي انا بعمله ده هل انا عملت له comparison مع reference ولا لا والcomparison دي موصفاتها ان هي لازم ان تكون independent و blind طيب حاجة التانية الناس اللي انا عملت عليهم ال diagnostic test ده كانوا appropriate spectrum من ال patient يعني ناس جايبين لي كل ال stages بتاعي disease ولا مثلا عملتوا على الناس اللي ظاهر عليهم symptoms بس تمام؟ طيب الحاجة التالتة بغض النظر نتيجة ال index test ده ايه لازم يكون عندك reference لازم يكون ليك مرجع ولو مفيش reference تشوف alternatively تشوف بديل الحاجة الاخيرة ماينفعش تعمل التجربة دي مرة واحدة ماينفعش ان انت تطبق ال index test دوت مرة واحدة وتقول خلاص ده كده 100 مية وهو ده انا هعتمده لا لازم يتعمل على اكتر من group من الناس يبال لازم ان يكون فيه عندك second group طيب نمسك بقى كل واحدة فيهم اول حاجة قلنا comparison لازم نعمل حاجة اسمها blind independent comparison يعني ايه blind independent comparison يعني انا عندي دلوقتي reference test انا مثلا عندي الناس اللي عندها spontaneous bacteria birtonitis وعندي reference test ان انا بشوفه بي مور في ال nuclear count بتاعه وعندي index test جديد ده تست جديد او ده يجنوستك تست جديد انا هشخص به spontaneous bacteria birtonitis هجيب مجموعة من الناس تمام؟ طيب مجموعة الناس دول هقوم جايبة دكتور يطبق عليهم ال reference test ده ويطلع نتائج والنتائج دي تتعين ومحدش يشوفها غير الدكتور ده طيب نفس مجموعة الناس دول هقوم واخداهم واجيب دكتور تاني دكتور تاني يطبق عليهم ال index test ده والنتائج بتاعته برضو هو ليعرفها بس وفي الاخر هنجيب حد تالب بقى بره الليلة دي خالص ويجي يشوف يقارن بين النتائج بتاعت ده والنتائج بتاعت ده طيب انا بعمل كده ليه reference ده كده كده صح انا بقارن عشان ده انا عايز اثبت صحته وعايز اثبت ال validity بتاعته ان ده يصح استخدامه ان ده يصح استخدامه بعد كده واطبقه الناس كلها تعتمده هو كمان فالفكرة ان blind يعني ايه محدش شايف النتائج بتاعته محدش شايف النتائج بتاعته غيره يعني الدكتور ده مثلا عايز ينجح ال index test بتاعه فلو هو عرف ال reference ما ممكن يغير في النتائج بحيث انها تبقى شبه ال reference لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين النتائج تبقى blind لا ده عارف حاجة ولا ده عارف حاجة وحد تالت خالص هو اللي هيجي ايه هو اللي هيجي يعمل المقارنة بين الاثنين طيب دي كده اول نقطة النقطة التانية ان لازم ان يكون same group of people الناس اللي طبق عليها ال reference هي هيها الناس اللي طبق عليها ال index عشان ما يبقاش في عندي بايز ما يبقاش في عوامل مؤسرة خارجية افرد مثلا انا كان عندي مجموعتين مختلفتين من الناس المجموعة دي عدد الناس ال disease دي فيها اكتر والمجموعة دي عدد الناس ال disease دي فيها اقل فكده النتيجة هتتأثر فعشان كده انت عندك سورتين لل comparison اول حاجة انها تتعمل على same group of people حاجة التانية انها تكون blind ان ما فيش حد يعني العمل ال index ما يبقاش عارف نتائج بتاعت مين بتاعت ال reference تمام طيب هي دي الفكرة بتاعت اول سؤال ان انت يبقى عندك independent blind comparison فهو السؤال بيقول ايه بيقولك was there an independent blind comparison was a reference او gold standard diagnose ولا لا طب ده معناه ايه بيقولك ان انت لازم تقارن لازم سواء ال index test او ال reference اللي هو القديم لازم يتعملوا على ايه لازم الاثنين يتقارنوا ببعض عشان ايه انا كل همي ان انا عايزة اثبت صحة ال index test انا عايزة confirm or refute بتاعته ان هو صحيح او لا طيب السلايد دي بيقول فيها ايه بيقولك ان لو انت عملت ال index test الاول على الناس وعرفت النتائج بتاعته وانت برده نفس الشخص رحت عملت ال reference test انت ممكن تغير في النتائج بتاعت ال index بحيث ان هو يبقى شباه ال reference عشان تنجح للصدي بتاعتك لا احنا مش عايزين كده ده غلط دوت هيعمل over estimation انت غيرت في النتائج عشان تقول ان test بتاعك accurate ده ما يصحش ومقول اللي المفروض تعمل ان ثواء ال index او ال reference اللي اتنين يتعملوا على ذا same group of people ده الكلام نحنا قلنا من شوية تعمل على ذا same group of people without knowing whether or not they have disease disease اللي انت بتدور عليه بمعنى اصده ايه ان اللي عمل ال reference هو اللي عارف مين اللي عنده disease ومين اللي ما عندهش disease ما ينفعش هو اللي يروح يعمل ال index اصله هيعمل ايه هيغير هيغير في ال result عشان يخلي ال index بتاعه ينجح تمام فهي دي الفكرة بتاعت السلايد دي بيقولك ان العمل ال index لو هو نفسه لعمل reference كده هيعمل ايه هيقولك ان test بتاعي accurate ومية مية فكده انت بتعمل over estimation اللي اكريت بتاعي التست ده طيب يبقى ده كده اول سؤال طيب هل blinds ده دايما هيبقى مهم ودايما لازم ال comparison تبقى blind يعني ده ما يعرفش النتايج وده ما يعرفش النتايج لا ليه بقى انا الفكرة عندي هنا ان النتايج معتمدة على اشخاص يعني ال interpretation دي بيعمله ناس تمام انا معتمدة على النتيجة اللي هتطلع منك انت النتيجة اللي انت هتقروها فدي حاجة subjective ما تعتمدتش ما تعتمدش على الناس تمام الناس لا يعتمد على الناس هنحفظها كده الناس لليب يعطي عليهم فالما تكون الحاجة subjective لازم احرص لازم خلي الحاجة blind طيب افرك yahجة objective objective يعني الناتج اللي يطلع مش معتمد على قرية الدكتور الناتج اللي يطلع الجهاز هو اللي هتطلعه فدي حاجة objective يعني ايه حاجة objective برده بمعنى ان مش هتتتأثر بالعمل الإنساني اللي عندك فهل كده لازم أن يبقى العارف ده نتائج مختلف وضع النتائج مختلف فلا من عندي الدليل الجهاز موجود ففي الحالة دي مش لازم أن الحاجة تبقى blind يعني مش لازم أن اللي هيعمل ده يبقى مختلف عنده كده كده الدليل موجود الجهاز موجود فدي حاجة objective مش معتمدة على دكتور مش معتمدة على إليه الدكتور فالحالة الوحيدة نقدر نتغافل عنه وإن إحنا ما يبقاش الحاجة الحالة الوحيدة هي إن الموضوع يكون objective معتمد على جهاز مش معتمد على إنسان السلايد دي بتقول إيه السلايد دي بتقول إن أنا ليه الـ study بتاعتي أو الـ comparison بتاعتي لازم أن تبقى blind عشان أتجنب أن يبقى فيه نسبة خطأ فيه الـ study اللي أنا بعملها أو بمعنى أصح علشان ما يحصلش over-estimation الـ accuracy بتاعت إيه بتاعت الـ index test إن الدكتور اللي عمل الـ index test عايز ينجح الـ study بتاعته فيقول إن هي إن هي أكرت ومية مية تمام؟ فعشان كده لازم أن الـ comparison دي تكون blind طيب آخر حاجة بيقول لك الـ blind ده ساعات بيبقى مش important ليه؟ لإن ساعات الـ result بتعتمد على إيه؟ على عامل غير إنساني يعني الموضوع يبقى objective فالدليل كده كده موجود زي ما قلنا إن جهاز أو حاجة زي مثلا الـ study diagnosed test test بتاعت الـ cb هو يعبر عن إيه؟ مثلا لو مثلا أنا هجيب culture وهزرع فيها العينة اللي أنا خدتها الكالسور إما أن هي هيطلع عليها بكتيريا أو لأ فهي حاجة واضحة جدا مش معتمدة على إرية إنسان على عكس مثلا لما يكون واحد عامل M-R-I والموضوع معتمد على إيه؟ على إرية الدكتور اديها 3-4 radiologist كده كل واحد يطلع إرية مختلفة فالموضوع هنا subjective فالحاجة لما تكون objective الـ blindness مش تتبقى مهمة قوي لكن الحاجة لو subjective لأ لازم نعمل blindness أنا ما اعتمدتش على إنسان تمام؟ طيب الـ information دي فين الحطة اللي هلاقي فيها الكلام ده مكتوب فين الحطة اللي هلاقي فيها نتعامل comparison بين الـ index test مع reference test وإن الـ comparison دي كانت blind وكانت independent هلاقي الـ information دي فين في الـ paper في أي جزء في الـ paper في الـ methodology في الـ method section يبقى موفوض موجود فيه details دي بالتفصيل موجود فيه اللي هو description للـ reference standard test تمام؟ في description دي ويهل هو أصلا reference ده كان مناسب لي للصدي اللي أنا بعملها ولا لأ ويهل الـ comparison الـ comparison دي كانت blind ولا لأ وكانت independent ولا لأ فـ method section هتلاقي فيه كل المعلومات الخاصة بالسؤال الأول في el- validity يبقى إيه السؤال الأول في el- validity هل حصل comparison بين الـ index test و الـ reference test ولا لأ والـ comparison دي هل كانت blind ولا لأ وكانت independent ولا لأ يعني إيه blind independent يعني اتعملت على the same group of people reference test عمله دكتور مختلف تماما عن الدكتور اللي عمل الـ index test وفي الآخر قلنا الـ results بتاعته تمام؟ دي كده أول سؤال في el- validity طيب السؤال الثاني في el- validity هو بتاع إيه؟ هو بتاع طيب قبل ما نعدي على السؤال الثاني في el- validity اللي هو بتاع الـ spectrum بتاع الـ people فيه نقطة بتقول إيه؟ الميستستيكشن احنا قلنا إن فيها كل details اللي انت هتحتاجها بيقولك مين اللي عمل الـ test ده احنا قلنا إن المفروض إن اللي عمل reference يبقى مختلف عن العمل الـ index هو يقولك مين اللي عمل reference مين اللي عمل الـ index طيب هي كانت independent blind ولا لأ هو نفس الكلام طيب نخش بقى على السؤال الثاني السؤال الثاني بتاعي بيقول إيه بقى؟ بيقول لي الـ dyagnostic test ده أنا عملته على appropriate spectrum من الpatient ولا لأ بمعنى إيه؟ للوقت إنت لما تيجي تعمل عايز تعمل diagnosis الـ disease معين وعايز تعمل التجربة دي هل هتجيب الناس اللي عندها disease بس؟ طيب ما أنا يعني الناس اللي ظاهر فيها symptoms طيب وهو أنا بعمل التجربة ما الناس دي كده كده ظاهر فيها symptoms أنا بعمل التجربة عشان أشخص حاجة مش ظهرة أو حتى لو ظهرة أنا بأكد التشخيص فلازما الـ spectrum بتاع البيقول اللي يبقى موجدين فيهم كل stage بتاعة disease بداية من الصخص اللي مش ظاهر عليه أعراض من الداية من الصخص asymptomatic مرورا بقى بالـ mild symptoms بالـ moderate symptoms نهاياتا بقى بالـ severe symptoms أصدو هنا أصدو أن الناس اللي انتهاء الطبق عليهم التست لازم أن يكونوا representative لكل stages بتاعة المرض طيب هو هنا بقى بيقول إيه بيقول إنه هل الـ diagnostic test تعمل على appropriate spectrum من الpatient أصدو إيه الـ study تعمل على كل common presentation و as well as more severe يعني تعمل على كل الـ بتاعة الـ study valid ولا لازم تكون الـ study تعمل على كل spectrum بتاعة the disease عشان أقول إن هي valid أصلا إيه أصلا الـ study تعمل على الناس اللي عندها symptom وصلا الناس اللي هي ما عندهاش symptom أنا كده استفدت إيه ناس عندها symptom وناس ما عندهاش symptom يبقى دي ناس عندها مرض ودي ناس ما عندهاش مرض ما كده شخصت بعيني أنا عاملة تبقى طب أنا عاملة تست لي لأ إنت لازم أنت عندك فين الـ intermediate zone فين الناس اللي بين الناس ما عندهاش symptom وناس عندها symptom فين الناس اللي عندها مائل symptom الناس اللي عندها مدر symptom الناس اللي عندها complication إنت لازم الناس اللي موجودين معاك فيه الـ يكون ممثلين لكل الـ بتاعة المرض ما ينفعش تبقى محصورة مثلا فيه اتنين بس اللي هو ناس ما عندهم ش symptom وناس عندهم symptom وهكذا فكرة الـ تستطيع تقول عليه valid أول حاجة comparison تلي حاجة الـ spectrum بتاع الناس اللي الطبق عليهم لازم يكونوا شاملين كل بتاعة دول الناس عندهم المرض ودول الناس ما عندهم ش المرض فانا جايبهم مقرر بينهم انا اضمن منين ده على حسب اختيارك للناس دي الناس انت اخترتها ازاي طيب الاختيار بتاع الناس علشان تقول ان الصدي بلد يبقى بحاجة من اتنين يما تختارهم بطريقة random يما تختارهم بطريقة consecutive يعني ايه random يعني هتاخد عينها عشوائية من المجتمع اللي عندك في المستشفى هتاخد عينها عشوائية بناء على ايه انا دلوقتي بدرس الناس اللي عندها TB اي حد هيجي وعنده TB بقدر نظر السمptom اللي يظهر عليه ايه سواء ما عنده سمptom او سمptoms بتاعته مثلا advanced or complications او حتى عنده mild symptom moderate symptom اي سمptom لشخص عنده TB هاخدها مش هحصر نفسي في جروب معين من السمptoms تمام طيب يبقى اول حيجة ان العينة اختارها بطريقة random عينة عشوائية انا مش مختراها بدماغي انا مش انا المقرر انا ايخد any stage من the disease لأ اي حد داخل عنده TB انا هاخده معي في الاستاطي بغض النظر هو في any stage بالظبط يبقى دي اول حيجة ان اختار العينة بطريقة random او اختارها بطريقة consecutive يعني ايه consecutive يعني مثلا انا في المستشفى من اليوم من النهاردة لحد اسبوع قدام اي عين هيدخل للمستشفى ويبقى عنده TB انا هاخده معاه فهي معنى كلمة consecutive لان انا محددة مثلا انه مزتيبة انا عندي ايام اللي عندهم معينة لأ انا هاختار اما بطريقة random او بطريقة consecutive عشان اتجنب ايه عشان اتجنب selection bias مايبقاش في خطأ ناتج من ان انا اخترت على مزيجي طيب برضو هلاقي المعلومات دي فين يعني هلاقي فين المعلومات المكان المكان فين في البيبر اللي هلاقي فين معلومات بتاعت انا اختارت ناس ازاي والناس دي هل كانت فيها كل الستيدي بتاعت المرض ولا لا في الميثودولوجي الميثود سيكشن بيديك البيشنت اللي انت سجلتهم ومعاك في الستادي انت اخترتهم ازاي random ولا consecutive الناس دي جايين منين طب الناس دي اصلا البيشنت اللي انت مفروض تدرس عليه المرض ولا لا في الميثود سيكشن في كل حاجة اصلا طول ما احنا ماشيين في المحاضرة هندور فينا هندور على الانفورميشن دي فين هندقيها في الميثود سيكشن فهو الميثود سيكشن هو ده اجابة على كل الاسئلة اللي احنا نتكلم فيها في المحاضرة دي كباحنا الحدد دلوقتي جاوبنا على سؤالين اول سؤال دلوقتي اللي منتكلم فقالي جزء في البلايدي تي بتاعة الستادي جاوبنا فيها على سؤالين اول سؤال اللي هو الكمباريزون مع الرفرنس دي والكمباريزون دي كان بلاييند واندبينن ولا لا السؤال التاني الستادي بتاعتي دي بالد ولا لا يبقى احنا كده خلصنا اول سؤالين نيجي للسؤال التالت السؤال التالت بيقول ايه regardless الاندكس تست يعني ايه regardless الاندكس تست بغض النظر الاندكس تست ده نتكتو ايه لازم يكون عندك ريفرنس حتى لو الرفرنس ده كان مش متاح لازم ان تشوف بديل للرفرنس ده طب برضو قصده ايه احيانا احيانا الرفرنس تست اللي انا هعمله ده ممكن يكون حاجة انفيزف حاجة متطلبة عملية جديدة والشخص ده اصلا مش مناسب للعمليات مثلا فهل اسكل ان انا ادخله عشان بس انا بعمله تست عشان اشخص مرض وفي اصلا تست تاني ممكن اعمله ويشخص المرض ده فهو بيقول ان لو الحاجة دي انفيزف ما تشوف alternative ليها بس ما تلغيش فكرة الرفرنس يبقى لازما يكون ليك مرجع الرفرنس تست ده لازما يكون موجود طب افرد الرفرنس تست اللي انت هتستخدمه ده كان حاجة انفيزف شوف alternative ليه بحيث ان انت هتحقق الشرط بتاع ايه بتاع regardless الاندكس تست result بغض النظر عن الاندكس تست result لازما يكون ليك ريفرنس ولو الرفرنس ده اللي انت كنت عايز تستخدمه كان حاجة انفيزف ومش متاحة شوف alternative ليه طيب يعني مثلا لو انا عملت اللي هو الاندكس تست وطلعت result وجيت عمل الرفرنس تست وقيته حاجة انفيزف قوي مش هايفة عاملة على المريض ده يعني مثلا جيت اشخص واحد انا شك ان هو عنده وعملته باندكس تست بس ونفترض مثلا ان التقليدي ده كان صعب ان انا عامله عليه طيب عملته بالاندكس وطلع ان الشخص ده نيجاتف تمام يبقى انا عملت اللي هو الاندكس تست اهو وطلع الشخص نيجاتف يعني اي نيجاتف يعني ما عندهش المرض طيب المفروض ان انا اعمل الرفرنس عشان اتأكد ان الشخص فعلا ما عندهش المرض والرفرنس ده يطلع نيجاتف بس الرفرنس التاعي مش متوفر حاجة انفيزف هتقذي بحياة المريض للخطر هشوف بقى alternative ليه الرفرنس ده طيب ممكن الالترنتف ده يبقى ايه ان انا اعمل فولو قبل الشخص ده long term ان انت الشخص ده اه انا قلت ان انت ما عندكش المرض بس هجيلي الاسبوع الجاي نتأكد هجيلي كمان شهر بقى بعد الاسبوع الجاي ده عشان يتأكد هجيلي كمان سنة عشان يتأكد فانا بعمل long term بحيث ان هو فعلا هو التست طلعه ما عندهش المرض بس في كل مرة هيجيلي اتأكد ان هو فعلا ما عندهش المرض لحد فعلا ان هو يثبت ان هو ما عندهش المرض فاصده ايه من الكلام ده ان انت بغضل نظر عن الاندكس لازم يكون لديك رفرنس ولو ما فيش رفرنس شوف alternative لرفرنس واشهر alternative لرفرنس هو ان انت هتعمل long term follow up تمام طيب يبقى دي كده السؤال التالت يبقى في السؤال التالت ان بغضل نظر عن الاندكس تست نتكتو ايه لازم ان يكون لديك رفرنس ولو رفرنس دوت كان invasive لازم ان يكون لديك حاجة alternative واشهر alternative ان انت تعمل long term follow up للpatient اللي تلعو ايه اللي تلعو ما عندهش المرض طيب نيجي للسؤال بتاع كل جزء انا هلاقي المعلومات دي فين هلاقي فين المعلومات اللي تقولي ان انا استخدمت reference او هلاقي فين المعلومات تقولي ان انا ملقيتش reference فاستخدمت حاجة alternative method section كلمة الصر في المحاضرة دي method section طيب هروح على الجزء بتاع الميثودولوجي وادور فيه هشوف فيه ايه هشوف فيه ان كل الpatient استخدمتهم استخدمت لهم ايه reference test يبقى كل الpatient استخدمت لهم reference test طب لو مش كل الpatient تتعمل لهم reference test كان في حاجة alternative يبقى كان فيه alternative لreference test ده وهو ايه وهو ال follow up تمام يبقى انا عندي دلوقتي المعلومات بلاقيها فين ثلاث اسئلة اللي سألتهم في validity المعلومات بتاعتهم كلها بلاقيها في method section اخر سؤال معنا في validity هو سؤال بيقول ايه قالت test ده اتجرب مرة طب هاد هو اتجرب مرة تانية بحيث ان انا اتأكد فعلا ان test ده وان انا اقدر استخدمه يبقى لازم ان يكون عندك ايه second independent group يعني ما ينفعش ان انت من اول مرة التجربة دي تنجح فيها اللي هو تجربة يعني الindex test من اول مرة التجربة بتاعت الindex test تنجح فيها وانها يبقى شبه reference ان انت تعتمده لا لازم ان اجربه على second group لازم ان تجربه على ناس تانيين غير دول افرد الناس الاولين ان انت اخترتهم دول كان فيهم مثلا فاكتور ان انت كلهم مختارهم عندهم نفس بتاع المرات كلهم مثلا عندهم لا فين الباقي فين الناس فين الناس اللي هي عندها mild symptom فين الناس اللي هي عندها moderate symptom وهكذا انت في المرة الاولى غالبا بنسبة كبيرة هيكون فيه factors اثرت على النتيجة فعشان اتأكد ان انا اتلاش الفاكتور دي اقررها كمان مر طيب لازم ان يكون فيه عندك second independent group طيب ان انا اقرر الحاجة وانها تديني نفس الresult انا كده بحقق حاجة اسمعي ان الحاجة تبقى فانا بعمل كده عشان اتأكد ان التست تاعي وربلكابل ان في كل مرة هقرره هيديني نفس الresult وان هو حاجة اقدر اعتمد عليها تمام ففكرة ايه السؤال هي ايه فكرة ايه السؤال ان انا بعمله على second independent group معناها ان انا بكرره طب بكرره ليه عشان حقق حطة هو هنا بيقول ايه بيقول ان انا عندي لما نيو دي اجنوستك تست الممكن مثلا الناس اللي انا عملت عليهم دول كانوا ايه كانوا specific group يمكن انا مختارة ناس كلهم عندهم advanced symptom وانا مش مغدا بالي فعشان كده لازم ان انا اكرر الموضوع ده على second group من ال people ليه عشان اتأكد ان الresult بتاعتي دي حاجة اقدر اعتمد عليها الresult دي موثوقة وبتأكد ان فعلا التست بتاعي ده ده تمام 100 وان انا اقدر اعتمده تمام عشان اتأكد ان الresult بتاعتي دي reliable وreplicable وان ال new ده يجنوستك تست اللي انا ببتدي ان انا اختبره ده عشان اتأكد ان هو اللي يقول ايه لازم ان اعمله على second group من ال man independent group of patients تمام طيب بيعيد وبيزيد في نفس الكلام يقولك ان الresult اللي هتبقى على second group من ال people لازم ان تبقى similar للresult بتاعت اول group عشان اقول على test ايه ان هو reliable تمام طيب علشان بس ما نبقاش بنلغبك بين validity والreliability والحاجات دي انا كده كده عرفت ان test valid من اول ثلاث اسئلة تمام اللي هو comparison والspectrum بتاع people والسؤال الثالث اللي هو كام بتاع الايه اللي هو regardless الindex انا كده عندي reference او alternative reference السؤال الاخير اللي انا بسأله ده انا بعمله ليه علشان اتأكد ان test valid هتأكد ان valid زينا هو هتطلع لي قيمة اللي مفروض تطلع وفي نفس الوقت هتأكد ان هو reliable فالسؤال الاخير ده مش بيتعرض مع اللي احنا بنقوله وكده كده هتطلع لي test valid بان هو يطلع نفس القيمة اللي طلع في اول مرة وكون ان هو طلع نفس القيمة اللي طلع في اول مرة فهو already reliable تمام طيب بيقولك ان result بتاعة second group بتاعة patient وان ان هي لازمة تبقى ل first result عشان اقول ان test التاعي ده accurate طيب افرد ان test التانية دي ما طلعتش زي الاولى معناها كده ايه لا انا تبتاعي على تقييم للصدي دي هيختلف وهقول عليها ان هي ايه ان هي مش valid لي لان هو في المرة التانية اول حاجة القيمة اختلفت عن المرة الاولى وهتبقى مختلفة كمان عن ال فهو كده مش valid لان هو ما طلعش الحاجة اللي المفروض تطلع وقلنا يبقى هو ما طلعش شبه ال فهو كده مش valid وفي دي وما طلعش القيمة شبه القيمة الاولى فهو كده مش reliable فكده الاكيروسي بتاعته هتبقى مغلوطة تمام طيب الاربع اسألة اللي سألتهم دول سواء الكمبارزون وانها تبقى واندبندنت والسؤال التاني بتاع البيبول واندنا نختارهم بطريقة random و سؤال التالب بتاعت ان يبقى عندي ريفرنس والسؤال الرابع اللي هو بتاع second independent group لازما الستودي تتوافر فيها الاربع كريتيريا والاجابات بتاعتهم تكون كويسة علشان اقول ان الستودي دي valid طيب افرد في واحدة بس من الكريتيريا دي مش مش موجودة او مش بتحقق هقول الستودي دي نهية invalid طيب تعالوا نراجع سريعا على حاجات اللي احنا قلناها في عشان وقلنا عشان لازما تبقى blind و independent يعني ايه يعني تتعمل على same group of people من غير ما حد فيهم يكون عارف النتائج بتاعت التاني طيب امتى الblind دو يكون مش important لما يكون النتائج بتاعت هو اصل objective معتمدة على جهاز مش معتمدة على القرية بتاعت الانسان طيب الحاجة التانية ان انا عملها على appropriate spectrum of patient يعني ايه يعني كل بتاعت ال disease تكون ممثلة عندي عندي ناس عندها no symptom عندي ناس عندها mild symptom عندي ناس عندها مدر symptom لحد ناس اللي عندها complicated ناس اللي هي complicated يبقى عندي كل بتاعت المرض موجودة عندي طيب الناس اللي انا اخترتها معايا في الستادي برضو لازم انا مختراهم مش على مزاجي لأنا مختراهم بطريقة random بحيث ان في الاخر المناس دي تبقى representative بالنسبة للمرض اللي انا بدرسه قلنا representative يعني ايه يعني مثلا انا بدرس test عشان اشخص btb يبقى اي مريض هيخص لي في المستشفى وعنده tb ايا كانت stage بتاع symptom عنده عنده عندي هل بغض النظر عن result بتاع index test هل كان في alternative reference ولا لا يعني لو ال reference بتاعك كان invasive بلازم ان يكون alternative reference وانا احنا قلنا انه عبارة عن long term follow up ان انا الشخص ده عملت عليه index test وطلع انه معندوش المرض طيب جيت اعمل reference test لقيته invasive فهعمل ايه هعمل صح طيب اخر حاجة او اخر سؤال ان لازما test ده يتقيم مش من اول تجربة لان اول تجربة ممكن يكون في factors اصدت على النتيجة بتاعتها فلا لازما اقرر ايه اقرر على second independent group group تاني غير الجروب الاولاني اللي انا عملتوا عليه يبقى اللي الاربع اسئلة دول بتوع ايه بتوع validity وال validity ده اول 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 ايه اول criteria في ايه في بتاع diagnostic this study يبقى احنا كده خلصنا ايه يبقى احنا كده خلصنا validity بتاعت ال study وسألنا عليها الاربع اسئلة اللي هما كانوا طيب ثاني حاجة معينا result بتاعت ال study معلش انا كنت في سألة الفيديو هنكمل دلوقت احنا منتكلم في criteria اللي على اساسها انا بقيم ال diagnostic paper بتاعت اول criteria قلناها هي validity بتاعت ال study وانا من validity انا بقيم ها على اساس 4 اسئلة انا بسألهم طيب تاني حاجة معينا هي result بتاعت ال study و result احنا بنقسمها النعيم طب انا بقسمها النعيم على حسب ايه على حسب انا predictive value نبقى باشوف ال performance بتاع التست ده عامل ازاي بمعنى لو بسينا على ال two by two table الوقت انا عندي ده كده reference test اللي بيجيب لي مين فعلا الناس اللي عندهم المرض ومين فعلا الناس اللي عندهم ش المرض لو بسينا على الخانة زي هنلاقي ان هو ايل ان الناس اللي عندها المرض هما ال b زائد d طيب انا عايز اشوف بقى ال index test ده accurate ولا لا هعمل اين هقارن بين ال index test بحيث ان ال index ده يكون فوق في البسط و reference يبقى طالما انا قرنت بال reference و reference بتاعي كان في المقام يبقى دلوقتي انا بجيب accuracy بتاع التست من المعادلتين اللي خدناهم وكان الناتج بتاع reference في المقام المعادلتين بتوع sensitivity و specificity sensitivity كانت بتساوي ايه كانت بتساوي ناس true post اللي هي الا على ا زائد c اللي هما كل الناس تلع post بال reference تمام يبقى كده دي تعتبر بتعبر عن accuracy بتاعت ال index test من تاني معادلة كان المقام بتاع reference كان المعادلة بتاعت specificity ده احنا كنا بنجيب فيها الناس true negative اللي هو d على ال b زائد دي على كل الناس اللي طلعت negative بال reference يبقى specificity هي كمان بتجيب لي accuracy بتاعت test ذات نفسه يبقى لو انا بقارن index b reference اللي هو في المقام يبقى انا بجيب accuracy بتاعت test طيب تاني حاجة بقى اللي هو ازاي test ده يعني performance بتاعته على population عمل ازاي علشان اشوف performance بتاع index test في population انا هقارنه بايه انا هقارن النتائج اللي طلعت صح بال index test بالنسبة للنتائج بتاعته في population بمعنى لو المقام بتاعك كانت نتائج الاندكس بدل نتائج reference يبقى انت كده بتشوف performance بتاعك في population عامل ازاي يعني مثلا ايه هي الحاجات اللي كان المقام فيها كانت نتائج الاندكس كانت post predictive value وال negative predictive value كنا في post predictive value كنا بنجيب ايه كنا بنجيب الاي على اي زائد البي ده كل الناس لطلع post بال index تمام طيب وكننا بنجيب في negative predictive value الدي على اللي هو يبقى ده بعبر بيه عن accuracy بتاعة test لكن لو مقام بتاعي index test اللي هي كل النتائج بتاعة index test يبقى انا بعبر عن a ونكتب predict value وبعبر عن performance بتاعي في population طيب قلنا الاكريس بتاعة test بعبر عنها بال syncylity وال اللي روام شرحتها في المحاضرة بتاعة accuracy of diagnostic test طيب قلنا sensitivity ساعتها كانت عبارة عن ايه ان هي بتجيب لي ناس true positive اللي هي sensitivity حتى لما كنا بنحسابك كنا بنجيب الايه اللي هما true positive على كل positive فهي بتعبر عن true positive طيب تاني حاجة اللي هي specificity بتجيب لي ناس true negative كنا بنجيب d اللي هما true negative على كل negative يبقى true negative اللي هي d لما يطلع لي الناس positive اللي هما actually هما عندهم disease يعني لو انا عندي 101 عنده المرض الاندكس تس طلع مثلا ان هو فيه اندكس تس طلع عن 85 81 بس عنده المرض واندكس تس تاني طلع لك 99 واحد عنده المرض يبقى مين اللي اكرت اكتر اكيد ده ليه لان هو طلع يعرف يطلع من كل الناس بس يعني هو واحد بس اللي معرفش يطلع انه عنده المرض فده كده يعتبر حاجة على عكس مثلا التاني ده اللي هو طلع لي خمسة وثانين واحد بس عنده المرض من اصل مية يبقى هو عمل واحد لخمستاشر واحد فكل مكان التست مطلع لي او نيس ترو نيجيتف مطلع ترو ترو يبقى يبقى التست بتاعي اكورت اوزرا على صوت يا جماعة بس يعني والله برد من بهدل فمش عارف الصراحة عملي ما علينا هو اللي طلع لي كل ترو يعني يبقى ترو بوستف فعلا يعني هو بوستف يعني مطلعهم انهم بوستف وهم عندهم دي سيز ويمطلع النيجيتف هم ترو نيجيتف فعلا يعني هم نيجيتف واكتول فعلا هم ما عندهم ش ببعنى اخر انه ما يبقاش عندي اي فولس فولتف ولا اي فولس نيجيتف يبقى كل اللي عندي في التست طلعت ترو يبقى التست ده اكورت لكن لو مطلع نسب كبيرة من الفولس يبقى التست دوت الاكوريسي بتاعته مشكوك فيها شوية يبدي كده بالنسبة للأكوريسي بتاعت التست تاني حاجة منعبر عن البرفورمانس بتاعه في من خلال البرفورمانس هنفتكر ان هي بالبردكتف فاليو طيب البردكتف فاليو قلنا هي حاجة حاجة انا بتوقعها بعد التست فاسمها التاني البوست تست بروبابيليتي طيب وبرض هي الدكتورة ما اكدتش عليها حتى مش هنقولها هيتقلب برضو في الفيديو بتاع الاجرسي مع روان بعد ما عرفنا التيبس بتاعت result وان فيه result بتعبر عن الاجرسي بتاعت التست وفيه result بتعبر عن البرفورمانس بتاعت التست ده في البيبيليشن انا عايز اعرف البرفورمانس على البيبيليشن ده تم ازاي فلازم كل حاجة انا عملتها وكل خطوة انا عملتها علشان اعمل التجربة بتاعت التست دي لازم تكتب بكل حاجة صغيرة كبيرة كل التفاصيل لازم تبقى موجودة في البيبيبور دي ليه علشان انا لو انا عايز اكرر الحاجة اللي هم عملوها دي اعرف اكررها ويبقى معي الخطوات دي خطوة خطوة وعشان برضو لازم يبقى بلين الطريقة البيبيبور تبقى مكتوبة طيب برضو نفس الكلام انا هلاقي الكلام ده كله فين بلاقيه في بتاع الميستيديولوجي طيب في مثال بيقول ان انا عندي في الف واحد ان هما يحصل لهم دي منشيا طيب وقال ان بتاع الديمنشيا اصلا 25% من هنا هطلع بمعلومة التوتال بتاعي الف كام واحد هطلع فعلا عنده الديمنشيا اللي هو نسبة حدوث الديمنشيا 25% يبقى 25% يبقى ربع الالف تمام يبقى الف ده التوتال بيبوليشن ميتين وخمسين منهم هيبقى عندهم فعلا ديمينشيا يعني ميتين وخمسين منهم هطلعوا بيه بالريفرنس تست فنحط دي المعلومة دي هطلها كده على جنب الحاجة التانية ان قال في ناس طلعوا بي البوث اندكس تست وريفرنس تست اللي بيطلع بوستف بالاتنين كنا بنسميه ترو بوستف يبقى لما يجي قولي ترو بوستف هيطلعوا كام هيطلعوا 240 وقال ان بالبوث برضو اندكس تست وريفرنس تست في 600 تلعوا نيجاتف يبقى ترو نيجاتف هيبقوا 600 لو جينا نعمل ال 2x2 كل البيبوليشن نيجاتف هيبقوا كام هيبقوا 750 قال الناس اللي طلعت بوستف بي الريفرنس وبالاندكس تلعوا 240 اللي هما الترو بوستف والناس اللي طلعت نيجاتف بي الريفرنس وي الاندكس تلعوا 600 اللي هما الترو نيجاتف هنطرح بقى يعني 240 دي 250 واربعين ويتفضل للرقم ده وي 750 شلم على 600 فضالي الرقم ده وكده يبقى جمعنا التبل على بعضه يبقى ده كده التوبايتوتيبل بتاعي طيب لو انا عايز احسب السنستيفي هجيب ايه هم جايبة الترو بوستف اللي هما ايه على مين على كل البوستف 240 على 250 طب لو عايز اجيب السنستيفي هجيب الترو نيجاتف على كل النيجاتف 600 على 750 لو عايز اجيب البوستف يبقى هجيب الصف ده يبقى على كام على 390 طب لو عايز اجيب النيجاتف هتبقى كام هتبقى اللي هو 600 على 610 طيب نيجي نشوف الكلام المكتوب دي اول حاجة معنا اللي هي السنستيفي احنا كنا قلنا ان السنستيفي بتساوي ايه الترو بوستف على كل البوستف فهي بتجيب لي ايه بتجيب لي نسبة الناس اللي تلعوا بوستف وطلع فعلا عندهم الكنديشن ليه لانه بيجيب لي ترو بوستف يعني ترو بوستف بوستف يعني هم طلعوا بوستف بالإندكس وترو يعني هم عندهم الديسيز يبقى ده بتاع البيب اللي عندهم كونديشن وفعلا يبقى دي سنستيفي طيب في الاجزامبل اللي احنا قلناه قلنا ان السنستيف دي كابتساوي كام كابتساوي 240 على كام على 250 زي ما هو كاتب هنا تطلعه 240 على ايه على 250 اللي هي تطلع 96 في المية يعني ايه السنسيفيتي بتاعت التست 96 في المية يعني لو انا عندي 101 عنده الديسيز التست بتاع هيعرف يطلع منهم كم واحد بوسط هيطلع 96 واحد عنده فعلا الديسيز وهيمسل اربعة منهم يبقى فيه اربعة في المية التست مش هيعرف يجيبهم يبقى التست هيعتبرهم ايه هيعتبرهم falsely identified as not having the condition يبقى التست بتاعي انا دلوقتي يعني ايه السنسيفيتي 96 في المية يعني انا لو عندي 101 لو عندي 101 عنده الديسيز الاندكس تست اللي هو تست الجديد هيقدر يطلع منهم 96 واحد بوسط فعلا فدول هسميهم الترو بوسط طيب وهيمسل كم واحد اربعة اللي اربعة دول تلعو بي الاندكس تست ايه تلعو بالاندكس تست نيجاتف بس هل هم نيجاتف هل هم فعلا يعني هل هم فعلا ما عندهمش المرد لا يبقى هو عمل ميسل كم ليه اربعة منهم يبقى اربعة من الناس دول was falsely identified ان هما ما عندهمش الكندشن بس هما في حقيقة الامر عندهم الكندشن فدول هسميهم ايه دول هسميهم الفولس نيجاتف طيب ده كده بالنسبة ليه السنسيفيتي طيب نيجي نشوف اللي هي الاسبيسيفيستي الاسبيسيفيستي كان بتجيب لي ايه كان بتطلع لي لهم الترو نيجاتف يعني تجيب لي الناس النيجاتف وهم فعلا ما عندهمش الكندشن يبقى البروبورشن بتاع الناس اللي ويزود the condition وطلعه نيجاتف بالتست طيب ده كده معنى كلمة سبيسيفيستي طيب الاسبيسيفيستي لما حسبناها هنا كانت بتساوي كام كان بتساوي الستمية على السبعمية وخمسين ادي الستمية على سبعمية وخمسين طلعت كام طلعت تمانين في المية تمانين في المية من الناس بصوا لو انا عندي ميت واحد ما عندهمش المرض التست الجديد هيطلع لي تمانين منهم ما عندهمش المرض وهيعمل ميسينج العشرين العشرين دول هيقول ان هما عندهم المرض فدول بالنسبة لي ايه فدول بالنسبة لي هيبقوا false positive هو هيطلعهم positive بس هما فعلا بس هما مش positive هما ما عندهمش المرض فعشان كتسمتهم false positive فده كده بالنسبة الاسبيسيفيستي قلنا ما هو طلعهم false positive يعني ايه false positive يعني البيبل دول اصلا ما عندهمش ديمينشيا بس التست بتاعي طلعهم طلعهم positive يعني falsely identifizing ان هما عندهم ديمينشيا ده كده بالنسبة ليه الاسبيسي فريسي فضلينا ال Posthive Predictive Value و Nitgetic Predictive Value 個 هنا ال Posthive Predictive Value فتساوي ايه ال Posthive Predictive Value كانت بتساوي الناس اللي هم 3 أو�� realtiveasto على الناس اللي طلعوا Postev بالأ headlights list اللي احنا لما كنا بنعملها ب Hani إطلاعا ب trem one ونرجع لل 2x2 طيبا لما كنت بقول Postave Predictive Value كنت بجيب الناس على ال E أي زائد B اللي هم كل البط Andrews artist تويب ما بيجيبلي الى 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 ال كانت بتساوي 240 على 390. ده معناه ايه? كانت بتساوي 240 على 390 معناه ان 390 شخص من الناس دول هيطلع بوستف 62 في المية منهم هيبقى عنده ديسيز فعلا. تاني البوستف بريديكتف فاليو هنا طلعت نسبتها 62 في المية. يعني ايه? يعني لو انا عندي 100 شخص طلع بوستف بالاندكس كم منهم هيبقى فعلا عنده المرض? 62 بس هيبقى عنده المرض. يبقى لو 100 شخص طلع بوستف بالاندكس اللي هو التست الجليد. كم منهم اكتشوالي عنده ديسيز? 62 منهم هيبقى عنده ديسيز. يعني الفكرة كلها فكرة معادلات. والفكرة كلها متمثلة في ان الواحد يبقى حافظ ال 2 by 2 تيبل ويطبق عليه. طيب يعني ايه? هنعكس بتاع البيبل اللي هيطلعه بيه التست وفعلا ما عندهمش الكندشن. طيب في المثال بتاعنا كانوا طلعوا كان 98 في المية. طيب يعني ايه 98 في المية? 98 في المية? يعني لو انا عندي 101 بطلع النيجاتف بالاندكس اللي هو التست الجديد بتاعي. كان واحد منهم فعلا ما عندهش الكندشن. 98 منهم فعلا ما عندهش الكندشن. طمام? ده معنى كلمة نيجاتف بريديكتف فاليو. طيب النيجاتف بريديكتف فاليو تحسوها شوية قرب لايه? اه هي سواء البوست بريديكتف فاليو او النيجاتف بريديكتف فاليو كل واحدة فيهم مقابلة للسنسيبيتي او الاسبيسيبيستي بس انا بعبر هنا على بوبيوليشن. مش بعبر على اه مش بعبر عن ايه? مش بعبر عن عن تست بالنسبة للريفرمس تست. فهي الفكرة المقام بتاعي مين? هنرجع مراجعة سريعة بقى على الجزء بتاع الريزولت ده. اول حاجة قلناها فيه وهي دي الجزء اصلا اللي يخص المحاضرة. ان التيبس بتاعت الريزولت حاجتين. اما حاجة بتعبر عن الاكرسي بتاعت التست دي بعبر عنها بالسنسيبيتي والسبسيبيستي. اما حاجة بتعبر عن البرفورمانس بتاعت تست ده على البيوليشن. ودي بعبر عنها بالبوست البرديكتف التعريفات بتاعتهم وكل حاجة تخصهم اصلا مشروحة في محاضرة واحدها في بتاعت اللي هي الاكرسي بتاعت الديجنوستيك تست. لو ما فهمتوا هيش من المحاضرة دي ارجعوا لها في المحاضرة التانية. اخر جزء معينا هو جزء الابل كابلتي. هل التست دوت هقدر ان انا نطبقه على الكمبيونيتي اللي انا موجود فيه ولا لا? طيب وده هيشمل ان انا هجاوب على اربع نقط. اول حاجة التست ذات نفسه. هل التست ده افيلابل? يعني سهل ان انا اوصل لي. وفي نفس الوقت هقدر اتحمل تكاليفه وفي نفس الوقت يديني نتيجة اكورت. طيب الحاجة التانية اللي هسألها لنفسي ان البيشنت اللي انا هطبق عليهم او الكمبيونيتي بتاعي هل هو شبه الناس اللي انا عملت عليهم التجربة الموجودة في الاستادي دي. طيب الحاجة التالتة ان افرد مثلا ان انا عشان اعمل الديجنوستيك تست ده انا محتاجة جهاز معين. الجهاز ده متوفر عندي في المستشفى? وحتى لو الجهاز متوفر هل عندي فيه ناس قادرة ان هي تستخدم الجهاز ده ولا لأ? طيب اخر حاجة. هو انا بعمل الديجنوستيك تست ده ليه? هل هو هيفيه بالبيشنت? يعني الحالة بتاعته تتحسن بعد ما عمد التست ده او هيغير في الماناجمنت بتاع البيشنت ولا لأ? فاحنا لازم نغطي الاربع نقطة طول. اول نقطة ان التست بتاعي عشان يبقى فلت و اكورت يبقى لازم ان هو يكون حاجة متاحة ليه سهل ان انا وصل لها وتحمل تكاليفها افوردبل. في نفس الوقت تكون حاجة اكورت. وفي الزمن اللي احنا فيه ما فيش حاجة تتوفر فيها تلات حاجات دي اللي بتكون مخشوشة. فلازم لازم لازم ان الستادي دي يكون فيها. انت جايب الكلام ده منين? فلازم ان يبقى عندي الايفدنس التست ده و افوردبل وا افوردبل وا اكورت. لازم ان يكون ما مني على افدنس. اه الديت اللي انا جبتها في التست دوت او في الاستادي دي منين؟ طيب. وطبعا الافدنس بتاعي حاجة من اللي بتاعت الافدنس اللي انتو خدتوها في اللي هو الهارم اللي كان فيه الحاجات دي. طيب كان فيه مثلا انها ممكن تكون او داتا بيز معينة او ده سيرفي كانوا عاملينه فهم عاملينه على اساس السيرفي ده يعني او هي فانت لازم انتحدد لي الافدنس اللي انت عامل من الاستادي ده ايه؟ يبقى او هتوفرني انت بس لازم انت عرفني انت جايب الكلام ده منين؟ طيب يبقى ده بالنسبة للتست. الحاجة التانية ان البيشنت اللي هطبق عليهم الدياجنوستيك تست ده. لازم ان يبقوا سيميلر للبيشنت اللي انا عامل عليهم الاستادي. دلوقت انا جبت الدياجنوستيك تست جديد وعايز اطبقه على مجموعة من مجموعة من الفيميلز عشان ده ده مرض مثلا في النساء او حاجة هل ينفع اروح اجيب تست اصلا البيشنت اللي اتعامل عليهم كانوا رجالة. لا ما ينفعش. يبقى لازم يكون فيه سيميلرسي بين الناس اللي انا اللي عملت عليهم الاستادي والناس اللي انا عايز اطبق عليهم الدياجنوستيك تست ده طيب. قلنا السيميلرسي دي تبقى من حيث ايه من حيث الاج من حيث السكس من حيث السيميلستي اللي هي الاصول بتاعتهم ايه ما ينفعش مثلا ان ابيعاملة تستة على نجروز واروح ايستخدمه على الناس اللي هي من اللون الابيض ما ينفعش طيب. اخر حاجة او الحاجة القبل الاخيرة دلوقتي انا عايزة اطبق التست ده في المستشفى. هل الجهاز اللي انا مثلا هستخدمه عشان اطبق التست ده موجود طيب. وحتى لو الجهاز موجود هل فيه ناس هتقدر تستخدم الجهاز ده فلازم ان يكون عندي ريسورسيز. ريسورسيز وكمان فيه كوست ان انا ايه ان انا يبقى عندي الفلوس اللي هجيب بها مثلا الجهاز اللي بيشخص المرض الفلاني. فلازم ان يكون فيه ريسورسيز ويكون فيه اكسبرتيز. فيه ناس هتقدر ان هي تستخدم الريسورسيز دي يبقى لازم ان اوفر ريسورسيز ويه الكوستس وفي نفس الوقت اوفر الاكسبرتيز اللي هيستخدموها. طيب يبقى اول حاجة التست لازم ان يكون available, affordable, accurate ومبني على evidence. حاجة تانية ان البيشنط اللي هتطبق عليهم التست دايب وسميلر للبيشنط اللي انا عملت عليهم مش عشان البيشنط. هل البيشنط اصلا هيتغير حياته بالتست ده هيغير فيه هيحسن من البيشنط او هيغير في الماناجمنت بتاع البيشنط ولا لأ. فهل كل الاوتكمز بتاعت التست ده important بالنسبالي وimportant ان انا عملها للبيشنط ولا لأ. طيب دي كده كانت اخر حاجة في جزء الابليكابلسي. بجزء الابليكابلسي بيتكلم في اربع نقاط. اول حاجة عشان اقول على التست ان هو applicable لازم ان يبقى valid وaccurate من حيث ايه ان هو يبقى available وaffordable وaccurate وفي نفس الوقت مبني عليها evidence. حاجة تانية ان البيشنط اللي هتطبق عليه ويبقوا similar للبيشنط اللي انا عمل عليهم الستادي دي. طيب الحاجة التالتة ان يبقى متوفر عندي resources وناس قادرة تستخدم resources دي. حاجة الاخيرة ان كل الاوتكمز بتاعت التست ده تكون important بالنسبالي. يعني حاجة هتغير من حياة البيشنط. حاجة هتحسن من حالة البيشنط. مش حاجة ملهاش لازمة. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على ازاي بعمل critical appraisal diagnostic test من حيث تلات نقاط دول. اول حاجة validity. تاني حاجة results بتاعت الستادي. وتالت حاجة applicability. قلنا في validity ان انا بجاوب على اربع اسئلة. يلا اربع اسئلة دول. الاربع اسئلة اللي هما كانوا بتاع. اول حاجة كانت ال comparison. اني لازمة ال index انا عملتلي comparison مع reference test. وكانت ال comparison دي تكون blind وindependent هنجيب السلايب بتاع المراجعة بس. ثانية واحدة. اول حاجة ال comparison ان هي لازمة ان تكون independent و blind. ليه؟ علشان انا عايز اقارن بين ال index وال reference عشان ااكد ال index ده يصبح للاستخدام ولا لأ. طيب وقلنا ان هي لازمة ان تبقى blind وindependent يعني ايه؟ ان انا عملت الاتنين تستعملتهم على نفس الجروب بتاع ال people بس blind ان الشخص اللي عمل reference غير الشخص اللي عمل ايه ال index. طيب امتى ال blindness مكانش يبقى important لما يكون الموضوع بالنسبة لي objective مش معتمدة على قرية انسان. لا انا معتمدة على جهاز مثلا او حاجة. طيب الحاجة التانية ان انا لازمة ان انا اجاوب على السؤال التاني بتاع ايه؟ هل انا طبقت التست دوت على appropriate spectrum من ال patient يعني ايه appropriate spectrum من ال patient قلنا patient فيهم كل stages بتاعت بداية ان الناس اللي ما عندهمش symptom مرورا بال mild بال moderate بال severe symptom كل الناس دي لازمة تبقى موسلة عندي طيب انا ازاي هاختارها عينة تبقى representative لكل ده هاختارها اما بطريقة random او بطريقة consecutive. طيب تالت حاجة ان بغض النظر ايه هي result بتاعت ال index test لازمة يكون عندي reference ولو reference مش موجود يبقى لازمة نشوف alternative وكان اشهر alternative هو ان لو ال index test تطلع ان الشخص ما عندهش المرض انا عايز اتأكد خلاص هعمله long term follow up ان انت هجي لي بعد شهر واشوف انت فعلا ما عندكش المرض ولا لأ فعلا ما ظهرش عليك اعراض جيت لي بعد سنة فعلا ما ظهرش عليك اعراض اذا ال index test كانت result بتاعته ايه؟ result بتاعته سليمة طيب اخر حاجة ان ما ينفعش ان انا اعتمد test ده من اول تجربة لي بلازم انا اتقرروا على ايه؟ على second independent group علشان اقوله ان test ده فعلا valid وعشان اقوله ان test valid يبقى كل الاربعة criteria تبقى موجودة وما ينفعش واحدة منهم تبقى مش موجودة لان لو واحدة منهم ما تحققتش اذا ال test ده يبقى ايه؟ هيبقى invalid طيب دي كده كانت بالنسبة لل validity بعد كده اتقلمنا على حاجة اسمها result وقلت ان انا عندي نوعين من result حاجة اسمها اللي هي بتعبر عن accuracy بتاعت test وديت كانت sensitivity وال specificity والحاجة التانية اللي كانت بتعبر عن performance بتاعت test على population يبقى دي كانت اللي هي post predictive value وال negative predictive value واخر حاجة اتقلمنا عليها ازاي test ده ازاي test بيبقى applicable قلنا لازم ان يتحقق فيه الاربع نوءة دول اول حاجة انه هو يكون حاجة available وaffordable وaccurate بس في نفس الوقت مبنية على evidence الحاجة التانية ان patient اللي انا هطبق عليهم التست يكونوا similar للpatient اللي انا عامل عليهم من study طيب والحاجة التالتة ان يكون متوفر لي resources اللي انا محتاجها عشان اعمل التست وفي نفس الوقت متوفر لي expertise ناس عندها الخبرة الكافية انها تستخدم resources دي صح واخر حاجة ان اصلا التست اللي انا بعمله ده يكون يعني outcome بتاعه important بالنسبة لي هيؤثر على حياة الpatient هيعمل improvement دي الحالة بتاعت الpatient طيب ده كده بالنسبة critical application بتاع diagnostic test study الاسئلة بتيجي فيها ان الواحد يبقى عارف ايه الاسئلة اللي تحت كل item يعني validity انا سألت عليها اربع اسئلة انا بعرفة الاربع اسئلة اللي تحت validity الجزء بتاع applicability برضو انا بعرفة ايه الاسئلة اللي المفروض تستقل على applicability والسؤال في الامتحان ساعتها كان جاي لنا مثلا كل دول كانوا diagnostic يعني بسألهم في diagnostic paper معادة واحدة وكان مثلا الواحدة دي كانت حاجة تبعي therapeutic paper فهنا لازم نفرق بين الاسئلة بتاعت critical appraisal بتاعت diagnostic paper والاسئلة بتاعت critical appraisal بتاعت therapy paper انا لازم نفرق بين الاسئلة بتاعت